الموقف الان على النحو التالي يواجه محمد بن سلمان اشرص حملة يمكن ان يواجهها قاتل في العالم او مدبر للقتل وهو يعيش عزلة هذه العزلة لم يفرضها عليه احد انما فرضاه هو على نفسه بحماقات متكررة عندك اليمن عندك قطر عندك الكويت وخلي بالك الي قلته لك من شهور بل من سنين مضت لما قلت لك ان الدول جاي على الكويت صدق ما قلته لك وسيصدق ما هو قادم لان الحقيقة ان ادارة التوحش والعنفوان والرغبة وفكرة ان السيف ونحن سادة هذه المنطقة وهذه بلاد بلادنا وانتم عبيد عليها تأتي فانت مقيم ولا وافد وهذا من من نسلنا وهذا قادم من العراق وهذا ابن سوريا وهذا من اليمن وكأنهم امتلكوا الارض والبشر محمد بن سلمان يعاني وفي رأيي ان المعاناة تصد الى حد ضرورة ابعاده عن السلطة وسجل على زوبة الان الحوار داخل المملكة العربية السعودية مع امريكا ومع الدول انه اذا كان محمد بن سلمان شريكا في هذه القضية وله يد بتعليمات ارسلها فانه ربما يعاني عزلة هذه العزلة قد تزيحه من السلطة لا تمكنه او قد تزيده شراسة فيقتل ابوه ويجيب اخوه استدعى اخوه من امريكا وسجل استدعى اخوه من امريكا اللي هو مين اخوه خالد خالد بن سلمان رجع من امريكا فسئلة المتحدثة باسم الخارجية الامريكية يا استاذة هو الراجل رجع انتم اللي ماشيتوه ولا هو اللي ماشي قال لا هو ماشي بس قلنا له انت رجحت معلومات يعني ايه يعني بص يعني اه هو ماشي بس يعني قلنا له انت رجحت معلومات طب هو ماشي انت تقول له ليه لكن واضح ان المسألة واضحة بالنسبة للامريكان الامريكان لديهم معلومات ولديهم مصالح مفيش كلام لكن امريكا المؤسسات تختلف عن امريكا الادارة التنفيذية لكنهم جميعا يتفقون على ان الحكم في الجزيرة العربية حكم غير رشيد لن استخدم كلمة اخرى انا اتابع الصحافة الامريكية منذ زمن بعيد منذ زمن بعيد يعني لما اقولك هذا كلام ممكن يكون وانا اطالب في الجامعة بمتهى التواضع كده لم اشهد مثل هذه الحملة السياسية القوية في مواجهة محمد بن سلمان ليه العقل الامريكي شغال ازاي شغال انه هذا الاهوج هو هذا الرجل الذي لا يمكن السيطرة عليه ويجري وراء قصر وقارب ولوحة ووراء رجل لا يمكن السيطرة عليه فهو ان كنترولابل الان كنترولابل في العادة بتحتويه النظم الكبرى وتضع تحت ضغط الابتزاز شوف كل الناس اللي حصل معا كده وبعدين تغذي معارضة خفية وتبتزه به وتسمح له وتمد له الحبل مادا حتى يعتقد انه ملك الارض ومن عليه ثم تأتي الساعة فيخدوه فيعملوا فيه اللي يعملوه انت اوعى تنسى انه في لحظة من اللحظات صدام غزى الكويت ولا تنسى في لحظة ان محمد بن سلمان حاول غزو ايه قطر وان محمد بن سلمان حتى هذه اللحظة يراوده هواه لغزو الكويت انا قلت الكويت صح؟ ايه هي الكويت واحد